موجز الأخبار من قناة المحور أهلا بكم أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وتوفير الدعم الإغاثي والإنساني للسودان ودول الجوار وضمان ملكية الشعب السوداني للعملية السياسية جاء ذلك خلال استقبال الدكتور بدر عبد العاطي لتوم بريلو المبعوث الأمريكي للسودان بمقر وزارة الخارجية وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة بأن الدكتور عبد العاطي أعرب في بداية اللقاء عن ترحيبه بالتشاور والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة حياء الجهود حل حالة الأزمة في السودان مستعرضا أبرز الجهود التي تبزلها مصر من أجل استعادة أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق بما في ذلك من خلال المبادرة المصرية المعنية بالقوى السياسية والمدنية السودانية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الجانبين ناقش الجهود الإقليمية والدولية المبزولة للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار في السودان وتعزيز دخول وتوصيل المساعدات الإنسانية بما في ذلك الدعوة لعقد محادثات في سويسرا بين طرفي النزاع معربا عن تقدير مصر للدعوة التي تلقتها للمشاركة في تلك المحادثات وأعرب المبعوث الأمريكي للسودان عن تقدير بلاده للجهود التي تبزلها مصر على مختلف المستويات من أجل العمل على التخفيف من حدة الأزمة في السودان بما في ذلك من خلال العمل على تسهيل التوصل لرؤية مشتركة بين القوى السياسية السودانية واستقبال مئات الآلاف من المواطنين السودانيين الفارين من ويلات الحرب التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر بالجمهورية التونسية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء إعلاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين الشقيقين في العديد من المجالات العسكرية مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر بالجمهورية التونسية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول لقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين الشقيقين في العديد من المجالات العسكرية وأكد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع الجمهورية التونسية مشيرا إلى حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية لكل الجانبين من جانبه قدم الفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر بالجمهورية التونسية التهنئة للفريق أحمد خليفة متمنيا له التوفيق في مهام منصبه مشيدا بالجهود التي تبذلها مصر لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية المثمرة بين القوات المسلحة لكل البلدين خلال المرحلة المقبلة حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتونسية بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق مع وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة مايا مرسي بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بمدينة العالمين الجديدة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجهات رئيس الجمهورية بشأن مد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية وتوفير الحياة الكريمة لمختلف فئة الشعب المصري شهد اللقاء التوافق على توحيد الجهود بين كافة الجهات للوصول وبناء قاعدة بيانات محددة وشمول أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة بالحماية التأمينية والاجتماعية والصحية كما تم الاتفاق على ضرورة إعداد ورشة عمل مشتركة تتضمن عددا من الآليات من أجل الوصول لأكبر فئة من أصحاب الحيازات وشمولها بالمظلة التأمينية يحل فريق سيراميكا كيليو باترا ضيفا على نظيره المقاولون العرب في الخامسة والنصف مساء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر كما يواجه الأهلي نظيره البنك الأهلي في التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولاء الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز بينما يستضيف نادي سموحة نظيره المصري البرسعيدي على استاد برج العرب بالإسكندرية في نفس التوقيت وبالجولة ذاتها اشتركوا في القناة